بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اخواني اخواتي مشاهدي كناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد ان نتقي بكم في هذه الحلقة وسوف نقف ان شاء الله تعالى على اي رقم 36 من سورة آل عمران بعدها وفي الجزء الثاني ان شاء الله نتلقى اتصالاتكم ونسعد بتواصلكم والله المستعان وعلى بركة الله نبدأ تلاوة هذه الاية الكريمة تابعونا عبر الشاشة ان شئتم او في مصحفكم ونحن نقرأ هذه الاية الكريمة رقم 36 من سورة آل عمران والله المستعان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مرة ثانية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم في حلقة سابقة تكلمنا عن ان ام مريم عليها السلام منتوا عارفين كانت قد نظرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى محررا يعني يعبد الله سبحانه وتعالى خادما في در العبادة وكانت تسمى عندهم الكنيسة حتى في عهد سيدنا موسى عليه السمسم وها در العبادة او المعبد او الكنيسة اهم اسماء عديدة فكانت قد وهبتها لدر العبادة تعبد الله سبحانه وتعالى لا يعني تستفيد من هذا المولود بشيء على الاطلاق وده معنى كلمة محرار وربنا سبحانه وتعالى قبل من هذا لكن لما وضعت ما في بطنها النسمة زلك قال فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى يا رب انا كنت فكرة ان ذكر واني استطيع ان اهبه لدر العبادة كذكر يخدم ويكون فيها عابدا الان هي انثى طب انا يعني هعمل ايه وليس ذكرك الانثى وربنا سبحانه وتعالى قال بين القولين والله اعلم بما وضعت هو عارف كويس او انه وضعت انثى لكن ليست كاي انثى انها انثى مختارة مصطفى مجتبى وهييجي معانا في السياق بعد شوية واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك ولما تكلمنا عن اصطفاء الله لبعض خلقه كما تكلمنا في قوله ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين الاستفاء دا ما بيكونش يعني في لحظة انه هو عايز يكلف نبي ولا يبعث رسولا فبيبتدوا يدوروا من الاحسن يبقى دا لا الاستفاء قبل ان يخلك الله الخلق ام مريم ما تعرفش ان الله قبل ان يخلك الخلق اصطفى نسمة اسمها مريم وهي اللي هتحمل بالنسمة دي وان مريم هذه سوف يكون لها شأن عظيم المسألة انه مش مجرد حد موهوب لدار عبادة يعبد فيها لا انها ستكون وعاءا لمعجزة عظيمة فتحمل من غير زوج وتالد من غير اب ما فيش عنده اب هذا المولود اللي هو عيسى عليه السلام وان هذا المولود الذي ستلده مريم وتحمل فيه من غير ذكر من غير زوج لم يمسسني بشر هذا المولود سوف يكون له شأن في دنيا الناس وشأن عظيم وانه ستجري عليه الكرمات والمعجزات منذ هو في المهد وده يعني اللي تبعنا مبارح هو اول نحن نتكلم في سياق حديثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام يدرك هذه المعاني كلها واللي بيقرأ سورة مريم مدرك هذا فالله تعالى اعلم ايوة اعلم مش بس عارف دي انثى ولا لا وبينكو سيناس محولي في استطراضة كده مهمة زي ما حد مرة سأل من اخواننا الطيبين ومتصلين بينا وقال يعني ما الناس النهاردة بيعرفوا وذكر ولا انثى في رحم المرء يعني ولسه متولاتش ايه بقى يعلم ما في الارحام لا لسه مش كده الطبيب او الجهاز حسبه انه يكشف عن الاعضاء الاعضاء دي اعضاء ذكرية ولا اعضاء انثوية فبيقول لهم ابنكو المولودة يبقى ذكر ولا بنتكو دي بقى انثى مثلا اكتر مجرى ما فيش انما دا ربنا قبل ان يخلق السماوات والاراضين بالفين سنة او بخمسين الف سنة يعلم سبحانه وتعالى كل نسمة ستوجد على ظهر هذه الارض والنسمة دي هيبقى وضعها ايه هتتجوز هتعيش هتتجوز هتخلف اللي من وراها يبقى شكلهم ايه شقية ولا سعيدة ومقالها في النهاية بناء على عملها جنة ولا نار كل دا الله يعرفه قبل ان يخلق الخالق وبالتالي لما ستنا ام مريم بتقول يا رب يعني وضعتها انثى فربنا قال والله اعلم هو عارف اللي وضعتها دي مش مجرد انثى استطردت ام مريم وقالت وليس اذكر كالانثى ها ليس اذكر كالانثى يجي البعض زي ما قلتلك المرة اللي فاتت يعتقد دا الكرآن هو يا مولان هو اللي عامل تمييز وتجد قلولنا بقى ان لأ الناس بتميز بين الذكران والاناث استداءة خطأ في قيم وسلوكيات ملناش دعو بك دين ما الكرآن عندك هو بيقول وليس اذكر كالانثى ويجي بعض السفهاء انا اسف في التعبير اللي هم ضعاف العقول وضعاف الوعي ياخد لك الجملة دي كده يقول لك ده خطاب الديني عندكو لازم يتغير ومش مانع مفيش مانع ابدا يقول لك الاية دي بقى ما ندرسهاش ليه ما ندرسهاش يقول لك لها بتأسس للعصبية والتعصب والتمييز بتأسسه وليس الذكر كالانسة نقول له لا انت ما انتش فاهم حاجة وليس الذكر كالانسة هذا كلام ام ماريم والله تعالى يحكيه عنها حد يقول له طيب ومال ما هو اكرها عليه اكرها عليه لا ما اكرهاش علف بالك انما اكرها على مقالة طب ايه اللي قالته قالت وليس الذكر كالانسة في المهمة اللي هي عيزاها هي عيزة مهمة ايه اني نظرت ولك ما في بطني محرارا عيزاه يخدم في الكنيسة طب عندهم اللي كان بيخدم في الكنيسة ولا افضار العبادة الذكر ولا الانسة هتقول لي الذكر طب هي كتنادرة ده على انه ذكر طلع انسة يبقى لما تقول وليس الذكر كالانسة يعني الانسة لن تستطيع ان تقوم بمهمة الذكر في الخدمة في دار العبادة وبالتالي الندر بتاعة مش نافع انا مش هقدر امعة النسمة اللي خرجت من بطني دي مش هقدر امعة الانسة دي الكنيسة ولا دار العبادة زي ما انا كنت عايزة عشان تخدم لانها ما هي زي الذكر الذكر مختلف هو اللي بيعبد وهو اللي بيخدم وهو اللي بيئم وهو 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 اللي بيعزوا الكلام ده كل وبالتالي مريم مش نافع فاللي هيقول ان الاية دي بتعمل تمييز غلطان انما بتتكلم عن رؤية ستنا ام مريم في الوظائف طبعا المرأة لها وظائف والرجل ليه وظائف محدش ينكر دي ابدا ابدا الواقع بيأكد ده في وظائف مشتركة كتير بيننا وبين بعض لكن في وظائف ما يقومش بها لراجل وفي وظائف ما تقومش بها لمرأة حتى في الامور العادية الاجتماعي طيب فاذا ربنا اكرها ل ايه اكرها لكلامها في الموضع ده عشان كده قلنا لكم في المرة اللي فاتت وبعض الناس اتصلوا بي يقولوا يا ريت توضحها اكتر اسم فيه منهاش الذكر والانثى هنا المعهودين مش كل ذكر وكل انثى فقد تكون الانثى افضل من الذكر في بعض الحالات المشكلة القصة مش في ذكورة ولا انوثة في العمل والفهم والادراك ولا اخر اكرها الله على قو اوليها اللهم نعم طيب نمرة اتنين قالت له واني سميتها ماريام انا سميتها ماريام طيب هي بقى ما هي الذكر ومش هينفعت روح الكنيسة ولا دار العبادة تخدم فيها بس انا هسميها ماريام عارفين ماريام يعني ايه يعني العابدة يعني الخاشعة والقانتة لله الطائعة لله انا يا رب بقى هسميها ماريام تيمنا بان تكون عابدة لك حتى لو كانت مش هينفعت روح الكنيسة ومش هتقبلها مني خلاص اني سبيتها ماريام لعل وعسى تبقى في بيتنا وتبقى في بيت اهلها عابدة بدل حتى مش هتقبلها الكنيسة بس تبقى عابدة في البيت وتبقى طيبة وتبقى طائعة لله سبحانه وتعالى وعلى فكرة تخيروا الاسماء تخيروا الاسماء وربوا في اولادكم ان الاسم له نصيب وده حتى شيء معنوي الاسم له نصيب او الشخص له نصيب من الاسم من اسمه فلما سمت ماريام تيمنا بكونها عابدة طائعة لله وذكر ابنك كده وقل له يعني ما ينفعش يا ابني يبقى اسمك محمد على اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما تبقاش فيك صفات يا احمد وهالناس يبقاش فيك اخلاق من اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش اسمك صالح وانت طالح ما يبقاش اسمك كريم وانت بخيل ما يبقاش اسمك ماريام وانت ما بتطعش ربنا يا بنتي ما ينفعش يبقى ذلك اللي يختار الاسم يختاروا إيجابي يختاروا دافع كده للعمل الصالح والنفع في المجتمع في المقالة جملة تالتة بقى وإني أعيذها بك الله وذريتها يا سلام من الشيطان الرجيم العظمة دي أعيذها بك يعني أحميها بك أنا بستدعي حميتك ليها يا رب تعالت لما تقول أعوذ بالله كأنك تكون أحتمي بالله أتحصن بحصن منيع حصن عظيم أنا مش هدخل ثقنة عسكرية واللي بتاعش أن يحموني ده أنا أكتر من كده ده أنا أحمية ربنا أنا فحمة ربنا اللي فحمة ربنا ده يخاف مين بقى قولولي حد هيقدر على ربنا مدام حد لش هيقدر على ربنا سبحانه وتعالى يبقى مش هيقدر عليك لما تبقى في حماية ربنا نفهم الدنيا كده وإني أعيذها بك يا رب أنا بستدعي حميتك لماريم ومج بس ماريم أنا بستدعي حميتك لماريم وذرياتها نسوة تعالى إنه يعيذنا ويعيذ ذرياتنا اللهم أمين من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم ولذلك هذه الجدة الكريمة لها فضل على عيسى إيه الفضل أنها أعاذته بالله من الشيطان الرجيم إنتوا عارفين كل مولود بيولد باكي ولما حد يحب يقلش كده ولا ينكت ولا بتاع يقول لك بتولد باكي عشان كان في مكان ديق وطلع للنور طب يعني هو اللي كان في الضلمة طعم النور يبكي حد تاني يقول لك لا 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 ده ده هو بيبكي عشان كان هناك مستريح بيأكل وبيشرب ومتهن وبتاع المشي ما أيما بالدور بتغذيه وهو قاعد مرتاح كده وبتاع ما فيش مشاكل وإنما طلع بقى للدنيا بقى فيها المشاكل قال يعني بقى البيبي لما تولد عارف يعني إن كان هنا أحسن من هنا والكلام ليش لازمة ده الموضوع مش كده خالص عارفين كل مولود بيبكي لي يا سادة لأن الشيطان بينخاسه في جنبه عايز يقوله إن أنا موجود يعني وأنا بقى هتولاك بقى عوز بالله وهضلك كل مولود ما من مولود إلا وينخاسه الشيطان أول ما بتقوله تب يبكي إلا ابن مريم ليه ليه ابن مريم لا ليه لأنه أعيذ أعيذ بالله سبحانه وتعالى طلبت جداته الحماية له وعدنا بعض روايات مريم أيضا نص الحديث كده إنه ما من مولود إلا ونخسه الشيطان إلا مريم وابنها فلعلها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فحميت بعد ذلك إنما اليقين في عيسى عليه السلام ليه لأنه أعيذ وحمي طلبت له الحماية من الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم قبل أن قبل أن يحمل به أصلا دولي السيدوب مريم نزل من بطنه ولمعرفت إنها أنثى آل الده سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم طيب طب إحنا عشان نعيذ أولدنا عشان نعيذ أولدنا وعشان كمن نعيذ أنفسنا عشان نحتمي بالله من الشيطان قال لي بسيطة أوي قال لي أول قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال لي أول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال لي بوضوح وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله الشيطان هينزغ هي وسوس هيدايق هيمكر هياكيد سواء هو بنفسه بوسواس وخلافه أو يوكل حد يستخدم يستخدم جند من جنوده الأبلسة أو الشياطين من الإنس بلاش الأبلسة للأبلسة لأنه اسم جن الشياطين من الجن من الإنس هيستعملهم إلي يقف في طريقك يديئك إلي يحسدك إلي يسحرلك إلي إلي طب نعمل إيه ماذا عصانا أنصنا وهناك من تربص بنا من قبل ما نتولد عارفين إمتى تربص بينا وأقسم بالله سبحانه وتعالى إنه متربص بينا قبل ما سدنا قبل إيه قبل ما سدنا آدم وحواء يتجوزوا ويخلفوا بلاش يتجوزوا دي كانوا مجوزين في الجن يخلفوا يعني ما كانش فيه بشر إلي آدم وحواء لما ربنا قال له اسجد لآدم ما سجدش فتوعدنا وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين طب نحتاج منه إزاي نحتاج منه بالذكر يا سادة حفظوا على أذكار الصباح والمساء حفظوا على قراءة الكرآن حفظوا على الرقية الشرعية الإخلاص والمعوذتين حفظوا على ده هو ده الحماية وقولهم كلما التكر الرجل بزوجه يقول أعوذ بالله يقول كلما يخش الحمام عفوا أعوذ بالله من الخبث والخبائث وكلما يأتي زوجته يقول في كما ورد في الأثر الصحيح اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حطوا ديكو على أولادكم وقول أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق قولهم ادعوا لأولادكم احموهم من الشيطان الرجيم كونوا كما قالت أم مريم لمريم وابنها وما كانتش عارفة من الهجم من مريم وإني أعيذها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم بكرة نواصل بإذن الله في آية رقم سبعة وثلاتين ونشوف كرم ربنا الذي قبل هذه الأنثى وكرم ربنا عليها فيما صنع لها من كرمات ومعجزات إنما الآن نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نستمتع بإذن الله بيتواصلكم معانا وندعو الله السلام والتوفيق بعد الفاصل نواصل فتابعونا